ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود التي تبدلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الجهات الوطنية موجها بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي لاستعراض التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات